هذا وقد أعلنت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنصق الوزري مبعوث مؤتمر المناخ قابة 27 أعلنت نتائج خطة الاستدامة للمؤتمر وذلك في جلسة الاستدامة ضمن فعاليات اليوم الأخير من المؤتمر والمنعقد بمدينة شرم الشيخة أكدت وزيرة البيئة أن تحقيق الاستدامة يقع ضمن التزامات الدولة المضيفة للمؤتمر تبعا لاتفاقية الاستضافة معربة عن فخرها بعرض الرئاسة المصرية للمؤتمر لما نجحت في إنجازه من الإجراءات المتفق عليها مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في خطة الاستدامة والتي تم إعدادها من خلال عملية تشارقية وتشاورية وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر قدمت قصة ملهمة في القدرة على تحويل شرم الشيخ إلى مدينة مستدامة لتصبح نموذجا حيا يعيشه رواد المؤتمر ليبتغوا بها في مختلف المحافل ترجمة نانسي قنقر